والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا خزائنا رحمتك إنك على كل شيء قدر أما بعد تقبر الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأشر في هذه الحلقة إن شاء الله سنبين بعض الأحكام المتعلقة بالصوم فسنبين الأحكام المتعلقة بثبت الشهر من المعلومة أن رمضان لا يجب إلا بثبت الشهر لأن رمضان عنده شروط صحة وشروط وجوب قد قسمت شرائط الصيام إلى ثلاثة من الأقسام فللوجوب وحده شرطان هما البلوغ قدرة واثنان وواحد فيها الوجوب ارتفق مع صحة وهي عقل والنقاء دخولوا شهر رمضان واجمعين شروط صحات فقط بأربع عين بساكد إلى آخر النص معنى ثبوت الشهر إذا ثبت الشهر هذا يجب على الإنسان أن يصوم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صموا لرؤيته وأفطلوا لرؤيته والله تبارك وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم من شهد منكم الشهر فليصم فإذا شهد الإنسان الشهر فإذا رأى الشهر يجب عليه أن يصوم فالإنسان الشخص إذا وجد الشهر معنى إذا رأى الشهر هذا يجب عليه أن يصوم سواء ثبت الشهر عند الدولة أم لها بل هو يجب عليها أن يصوم ولكن لا يثبت الشهر إلا بالنسبة للناس شميعا لا يثبت الشهر إلا برأي عدلين معنى لا عدل فم عدلين رأوا الهلال هذا يثبت الشهر والمرادهم بالعدل عدل الشهادة لا عدل الرواية فم عدل الشهادة وفم عدل رواية عدل الرواية له لإسلام فم عدل الرواية يعود يشترط فيه الإسلام ويشترط فيه أن لا يكون فاسقا ويشترط فيه أن يكون بالغا ويشترط فيه كذلك أن لا يكون كذابا والكذاب من يكذب في العام مرتين عد الرواية له لإسلام وعدم الفسق والاحتلام والعقل الشرط وكذا أن لا يرى مجتهرا بكذب بين البراء أما عدر الشهادة فعدر الشهادة أعلى رتبة من عد الرواية وعدل الشهادة عرفه محمد بن عاصم في العاصمية يقول العدل من يشتنب الكبائر العدل من يشتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مرؤة الإنسان العدل واحد إذا رأى الهلال هذا لا يهبط به الشهر الشهر لا يهبط إلا بعدلين وهذا خلاف لبعضهم عدل عن العدل واحد يثبت به الهلال هذا ما هو مشهور مثل بإمام مالك بواحد يثبته لابن ماجي شون عنده العدل واحد إذا رأى الهلال هذا يثبت به الشهر ولكن مشهور مثل بإمام مالك العدل واحد إذا رأى الهلال الناس لا ما واجب عليها الصوم يارهو ويجب عليها أن يصوم وإلى ما صام ترزم الكفار على خلاف لا بمفرده إلا كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره وعلى عدل ومرجبون قال خلي معناه المنفرد الواحد المنفرد هذا لا يهبط به الشهر لا رأيه إلا قال آدف الكفاف لا رأيه إلا على عروم به لم يكن احتنا به إذن فالشهر يثبت بعدلين فالعدل الواحد لا يثبت به الشهر خلافا لابن ما ششون وبعضهم يرى أن الهلال يثبت بمرأتين لذلك قال بعضهم بواحد يثبت لابن ما ششون ومع مرأة لأشهب يكون ولابن مسلمة بواحد يثبت لابن ما ششون ومع مرأة لأشهب يكون والابن مسلمة مع مرتين يثبت في الشر ولكن مشهور في المذهب أن الهلال لا يثبت إلا بعدرين فكذلك الشهر يثبت برأي مستفيضة معنى فالمستفيضة شماعة يستخيل تواطعهم على الكذب معنى خبرهم يفيد الظن أو اليقين هذا إلا جابر الهلال والمستفيضة صعد ما شرط فيها العدالة ولا الذكورة ولا الألوثية معنى المستفيضة يسوعات ذكور وإناث ويسوعات مثلا ما ذن فسق في الحالة هنا ما هو شرط المهم المستفيضة إذا رأت الهلالها يثبت به الشر فكذلك الشهر يثبت كذلك بكمال الشهر الذي قبله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهر 29 يقول فأم عليكم فأقدروا معنى فأكملوا العدة وما لكم قول النبي فأقدروا بقوله فأكملوا يفسروا والقدر للتمام جاء في الآية قد جعل الله لكل ناية قد جعل الله لكل شيء قدر أي تماما معنى الشهر يثبت بعدلين والله بمستفيضة والله كذلك بكمال الشهر الذي قبله وكمال الشهر الذي قبله يسوع علينا جاءنا أشهر متتالية كاملة كوامل يسوع خمسة والله ستة والله سبعة ويسوع كذلك جاءنا أشهر كلهم ناقص هذا يسوع علينا خمسة وهذا خلاف البعض من فصل فصل في ذلك وذلك التفصيل هو الجاب علي اللجور قال لا يتوالى النقص في أكثر من ثلاثة من الشهور يا فطن كذا توالي خمسة مكملة هذا الصواب وسواه أهمله فكذلك يثبت بنقل مستفيضة عن حكم حاكم والله بنقل عدلين عن حكم حاكم وكذلك بنقل عدل واحد عن حكم حاكم هي الصور الثماني معنى العدلاني والله المستفيضة والله هذا يثبت به الشهر فكذلك نقل عدلين عن عدلين يثبت به الشهر والمراد بإلاق العدرين عن عدرين هو أن ينقل عن كل عدر عدلان معنى إلا عاد فهم عدرين جبرو الهلال إلا أبد من عدد كل عدر نقل عن عدرين معنى نقل عدرين عن مستفيضة والله نقل عدرين عن حكم حاكم والله نقل عدرين عن عدرين هذا يثبت به الشهر فكذلك نقل مستفيضة عن مستفيضة نقل مستفيضة عن عدرين نقل مستفيضة عن حكم حاكم فكذلك ناقل عدل واحد عن مستفيضة حكم حاكم عن مستفيضة قال أدى في الكفاف قال برأي عدلين الهلال يثبت كذا إذا علما أثاد خمسة وناقل كل عن الاخر كإن نقله عن خمسة عدل فطي ويقول كذلك خليل في المختصر يثبت رمضان بكمال شعبان وبرؤية عدلين شعبان يقال له شعبان ويقال له الشعبان وحرك العين من ابن شعبان كذلك الشهر قبير رمضان ويقول كذلك آخر يقول آخر كذلك الوين شريسي الشهر قبل رمضان ضبطه بوسر عشانة فبان مفرد عن مستفيضة النقل مفرد عن مستفيضة النقل حكم حاكم به النقل حصل كصور الست لدى الثماني كتاب عبد القادر الجيلاني هذه الصور الثمانية بعضها يثبت به شهر وبعضها ما يثبت به شهر معنى نقل عدلين عن عدلين نقل عدلين عن مستفيضة نقل عدلين عن حكم حاكم هذه الصور كذلك نقل مستفيضة عن مستفيضة نقل مستفيضة عن عدلين نقل مستفيضة عن حكم حاكم أما نقل عدل عن مستفيضة هذا يثبت به الشهر ونقل كذلك عدل عن حكم حاكم أما نقل عدل واحد عن عدلين هذا لا يثبت به الشهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا